موسيقى موسيقى حياكم الله عزيزي المشاهدين في برنامج تيك معكم أنا أمنية صدقي من كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمال العلوم التكنولوجيا مقر الفجيرة تابعوني موسيقى 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 حياكم الله ومشاهدين في قولة فقراتنا اليوم معايا الأستاذ الدكتور علي أبو النور المشرف على المشروع حياك الله أستاذ موسيقى شو أخبارك الحمد لله رب العالمين ومعايا الزميلة شيخة شو أخبار الشيخة الحمد لله تمام يا ريت تعرفين نفسك للجمهور اسمي شيخة سيد الحفيتي من جامعة عدمان العلوم والتكنولوجيا تخصص هندسة كهربائية اتصالات سنة رابع خريجة ماشاء الله يا ريت يا شيخة طيب ممكن تعرفين على مشروعك مشروعنا هو جدولة الأحمال الكهربائية لتفادي ساعات الدروة عدنا طبعا في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة استهلاك الطاقة في ساعات معينة من اليوم أكثر من الساعات الأخرى والتي تسمى بساعات الدروة وهالمشكلة تعد مشكلة عالمية مش بس بدولة الإمارات العربية المتحدة ومشروعنا هو توزيع الأحمال الكهربائية خلال اليوم لتفادي مشكلة زيادة الاستهلاك في ساعات الدروة ممتاز طيب شو فكرة المشروع شو مهامة يعني اللي يديها هذا المشروع المشروع يستهدف فئتين فئة المستخدم وفئة هيئات الكهرباء بالنسبة للمستخدم لتقليل فواتير الكهرباء أما بالنسبة لهيئات الكهرباء لتفادي زيادة الطاقة عن الطاقة المسموح بها والتي توفر من هيئات الكهرباء شيخها منت بدأت هذا المشروع وهل كان معاتش دميلة أخرى أو حد يشاركتش في هذا المشروع أو لا بدأت بالمشروع في سبتمبر 2013 وكانت معي صديقتي أبرار محمد بإشراف الأستاذ الدكتور علي أبو النور طيب ننتقل للأستاذ الدكتور علي أبو النور حدثنا عن هذا المشروع الحقيقة المشروع كان زي ما قالت شيخها كان في سبتمبر 2013 قولي شيخها وأبرار هم حقيقة طلبتهم من عيار الثقيل لأنهم طلبتهم دول معدلهم فور تقريبا هم الاثنين وكانوا لما طلبوا أنهم يشتغلوا في مشروع كانوا عاوزين مشروع برضو من عيار الثقيل علشان يليق بيهم طبعا الحقيقة المشروع ساعة مجيفة حاولنا نفكر فيه ليس مشروع تقليدي ولكن المشروع يستخدم في حل مشكلة معينة واحدة من المشاكل اللي موجودة عندنا في دولة إمارات هي مشكلة الطاقة مش بس فيه استهلاك الطاقة ولكن كمان فيه إزاي إن احنا نوظف الموارد اللي موجودة بأفضل طريقة ممكنة عملنا محاولة مع هيئة الكهرباء الاتحادية لمياه الطاقة وكانهم مشروع أساسا مبني إن هم يوفروا لنا البيانات بتاعة استهلاك الطاقة في السنتين الأخرينيين والحقيقة أدونا بيانات تفصيلية على الأحمال اللي موجودة جميع الأيام وجميع الأشهر بالتفصيل منه عرفنا ساعات الزروة اللي المفروض تلافيها مثلا موجودة ساعات الزروة دي في فصل الصيف من 3.5 وفصل الشتاء من 6.8 لو أنا قدرت أن أحرك الأحمال عن 3.5 أو 6.8 حتلافى حكتين حتلافى أن أحمل المحطات زيادة عن ضغطها وبالتالي أتلافى أن المحطات الكهرباء تبقى في وحدات إضافية ودي كلفة على الدولة وفي نفس الوقت حقادي أن أخفض الأحمال لمعدلات جيدة اللي حتقدي لي طالة العمر افتراضي للشبكات الكهربائية اللي موجودة فعلا أرجالة زمينتي شيخة تتكلمت عن موضوع الجدولة ممكن تحدثينا كيف تتم هذه العملية طبعا الأحمال الكهربائية تنقسم إلى قسمين أحمال ماريناء يمكن تحكم في وقت تشغيلها مثل الغسالة والمكنسة الكهربائية المكوى والسالة الصحون وأحمال غير ماريناء لا يمكن تحكم بها مثل الثلاجة المكيف والمروحة وفي مشروعنا معنى الجدولة هو التحكم بتوقيت تشغيل أجهزة الكهربائية لصالح المستخدم ولصالح حيات الكهرباء شيخة أنتوا جربتوا هذا البرنامج؟ طبعا جربنا هذا البرنامج لحساب أولا فاتورة الكهرباء لدى المستهلك وثانيا بالنسبة لهيئات الكهرباء لتقليل استهلاك الطاقة في ساعة الدروة بالنسبة للمستهلك البرنامج سهل الاستخدام بحيث أن يختار أوقات تشغيل الأجهزة الكهربائية ومدة تشغيلها سيقوم البرنامج بحساب فاتورة الكهرباء لدى المستهلك ومقارنتها بأسوأ فاتورة كهرباء يمكن للمستهلك الفصول عليها وأفضل فاتورة كهرباء يمكن للمستهلك الفصول عليها جميل إذا تم تجربة هذا البرنامج أرجع لأستاذ الدكتور علي دكتور ما هي جدوى هذا البرنامج وشو فأنت بشكل خاص وعام؟ الحقيقة بشكل خاص المستخدم ممكن ما يكونش واعي أن تقويم بسيط في السلوك وفي استخدام الطاقة أو الأوقات يمكن يوفر كتير على سبيل المثال لو هو مقرر أن هو يشغل الغسالة التملابس أو غسالة الصحون أو المكنسة الكهربائية هل دا يتم في أي وقت؟ الإجابة مفروض تكون لأ أنهما يتم في الوقت المناسب بالنسبة له وفي نفس الوقت لازم يكون برضو لوقت مناسب بالنسبة للأحمال الكهربائية بصفة عنه فهو عن طريق أنه هو بينقي الأوقات اللي هو ممكن يشغل فيها الأجهزة دي بتطلع له الفطورة بتاعته هو لو مثلا شغلها في ساعات الزروة ممكن الحكومة بتحسبه بسعر غالي لأنه هو بيحمل الشبكة بينما لو شغلها في ساعات ليست خارج ساعات الزروة مثلا في أوقات المبكرة من الصباح أو في أوقات متأخرة نسبيا بعض الضهر ممكن يبقى التشغيل بتاعه أقل قليلا بيقدر يحسب كلفة في حاجة اسمها كلفة العظمى وكلفة الصغرى وهو فين بالنسبة للسلوك الأمثل لاستهلاك الطاقة ممكن يوصل أنه هو يوفر حوالي 50% من الفطورة الكهربائية اللي بيتفحها لو شغل الأجهزة بتاعته مش هنقول بالطريقة المصلة لكن بالطريقة المريحة بالنسبة له وفي نفس الوقت المريحة بالنسبة لشبكات الكهربائية أرجع للشيخان أنتو اشتركتوا في المسابقة بهذا المشروع حدثين عن هاي المسابقة شاركنا في الاندرد راديويت ريسيرتش كونفرنس في جامعة زايد كان طبعا 130 بوستر مقدم من 22 جامعة موزعة لثمان دول وفاز مشروعنا بأفضل بوستر طيب دكتور شو أهميت هذه المسابقات لكل مخترع أو مفتكر؟ الحقيقة واحدة من الأهم الحاجات أنه هو يعرف هالبرنامج اللي هو بيقدمه مطلوب فعلا ونمرة ثلاثة أنه هو يقيم عن طريق لجان خارجية ونمرة ثلاثة أنه هو يشوف هل فيه مؤسسات أو شركات راغبة في تطبيقه الحقيقة الحاجات دي بتتم التعاندهم في الاندردد ريسيرتش كونفرنس بحيث أنه هو أثبت أنه ليه قدرة على المنافسة الفكرة عجبت لجنة المحكمين هي كانت لجنة من الأسدزة المرة اتنين هما قدموا المشروع بتاحهم بطريقة ممتازة بحيث أن الناس اقتنعت أن هذا المشروع مشروع عاملي ويمكن فعلا تطبيقه في الدولة أشكرك لفتوة طبعا أنت راح تضل معنا أشكر زميلة شيخها اللي بتغادرنا الحين تنضمن الآن الزميلة أبرار اللي راح تحدثنا عن المشروع بشكل عملي راح فيتش زميلة أبرار بس لو ممكن تعرفين نفسش في الصد المشاهدين اسمي أبرار محمد الحمودي من جامعة عدمان العلوم والتكنولوجيا من تخصصي هندسة كهربائية صالات سنة رابعة أبرار أنت شاركتي في هذا المشروع شو كان دورت فيه أول شي حضرنا بيانات من حيات الكهرباء والماء في الفجيرة بعد هالبيانات سوينا ما يسمى بـ cost function اللي تحسب حقنا أكثر استهلاق تكون أكثر سعر وأقل استهلاق تكون أقل سعر بعد هذا سوينا الجداول تدخل فيه برنامج وتحسب حقنا cost function بعد ما حسبنا cost function دخلنا الجدول فيه برنامج ما يسمى بـ love view عشان نشغل حقنا الأجهزة في الأوقات الأقل سعر وأقل استهلاق ويبنى نذهب إلى الأوقات الأكثر سعر وأكثر استهلاق طيب أبرار هذا البرنامج هل يسهل استهلاق لأي حد يعني؟ طبعاً هو سهل الاستخدام يمكن يستخدمه في الكمبيوتر أو في الموبايل أو آيفاد أو أي جهاز يعني يقدر يستخدمه اليوزر ويقدر يدخل بيانات سوي يعني easy طيب دكتور إذا ممكن يرى تتقيم لنا هذا المشروع وهذا البرنامج هو الحقيقة لما نيجي نقيم مشروع في بعض النقاط بتاخدف الاعتبار أو فيهم 3 أو 4 نقاط اللي هي مدى سوء لتستخدامه هل هو واسع الانتشار هل هو يهم قطاعات متعددة من الناس الموجودين وهل هو يمكن تطويره ومشروع ده بيجاب على 4 نقاط بصفة أساسية هل هو واسع الانتشار أه ممكن يوسع الانتشار بحيث أنه هو يمكن تطبيقه في أي جهاز محمول أو أي جهاز نقال وإحنا دولت في بعض التطويره لشيء مستقبلي ما يطلق عليه اسم UAE Energy Apps يعني ما يحاول ننزل التطبيق ده على أي موبايل بحيث أن المستخدم يقدر يخش ومن أي مكان يحدد الإمارة بتاعته ويحدد الأحمال ويقدر يعرف كلفة كهربائية هل يمكن تطويره أه يمكن تطويره وإحنا حملنا الداتا بالنسبة للفجيرة وبالنسبة لفرفة كان ولكن يمكن أن يأخذ جميع الإمارات المأخوذة في الدولة الحاجة الأفضل كمان أنه هو Customized يعني للمكان ما فيش حد الحقيقة مهتم أنه هو يعمل الداتا للإمارات فأي داتا تانية بتأخذ من أي برامج أخرى بتبقى مبنية على داتا للبلاد التانية لسعادة زروة تانية لكن مثل البرنامج ده الأساسية أنه هو مبني على داتا حقيقية للبلد وبالتالي البيانات المتاخدة منه والنتائج بدقة عليه طبعا هني عدنا أجهزة المنزل عدنا الدش واشر الوتر هيتر الباكيوم كلينر الووشينج ماشين والآيرون طبعا نحن نستخدم هني اللي هو ما يسمى بالرسيفر اللي هو يستقبل السيقنال عشان يشغل توماتيكلي الأجهزة عدنا هالبرنامج يستخدم عشان يرسل حقنا السيقنال عشان يشغل ويبند الأجهزة عدنا البرنامج يقرأ ساعات اليوم يقارنها بساعات الظروة مثل ما نشوف الحين عدنا الساعة تنتين فكل الأجهزة أوف اللي هي ساعة من ساعات الظروة الأستاذ الدكتور علي أبو النور شكرا لك على هذا الشرح الوافي شكرا لك الزميلة أبرار على هذا الشرح شكرا لك 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 الخدمات الصيدلانية. لو ممكن بس تعرفوني عن هذا المشروع عبدالأخت مريم؟ اسمي المشروع طبعا الخدمات الصيدلانية في مجتمع الإمارات في الآفاق الحاضر وتحديات المستقبل. يتكلم طبعا عن كيفية الصيدلية يتعامل مع المريض. طيب اسمي مشروعكم عن الخدمات الصيدلانية. لو ممكن تعطينا فكرة عن هذا المشروع؟ المشروع هو عبارة عن مشروع التقرج في السنة الأخيرة. نتكلم عن التوفير الخدمات الصيدلانية في دولة الإمارات. ما هي التحديات التي نواجهها في المستقبل؟ ما هو الوضع الحالي للصيدلات في الدولة؟ أنتقل لعندك مريم ويريد أعرف مراحل هذا المشروع؟ مراحل المشروع طبعا نحن قسمنا العمل ما بيننا. نحن أربع طالبات. كل طالبة أخذت إمارة. الطالبة نور أخذت إمارة عجمان. والطالبة فاطمة أحمد أخذت إمارة دبي. والطالبة بسمة أخذت إمارة الفجيرة. وأنا مريم الزعابي أخذت إمارة أبوظبي. قسمنا العمل بعمل إحصائية. كل طالبة مرت كذا صيدلية في الدولة. وقامت بعمل السؤال الصيدلي عن بعض الأسئلة الشخصية والأسئلة الموجودة في الاستبيان. طيب مريم ممكن أعرف كم هي عرض الأسئلة لعبطاتها في الاستبيان؟ هو أصلاً الاستبيان عبارة عن قسمين. القسم الأول يسمى بالديوموغرافيك. هو عبارة عن سؤال الصيدلي بعض الأسئلة الشخصية. عن الصيدلي نفسها وعن الصيدلية. والقسم الثاني هو عبارة عن 16 سؤال. يتحدث فيه عن كيفية تعامل الصيدلي مع المريض. هل الصيدلي يسأل المريض ما هي الأمراض السابقة التي يعاني منها؟ هل الصيدلي يسأل المريض هل تعانين تحساسية من تجاه هذا الدول؟ طبعاً هذه الأشياء كصيادلة لازم نسأل المريض عنها لاختيار الدول المناسب. طبعاً الاستبيان بيّن لنا أن نسبة الصيادلة في الصيدلية هم حديثي تخرج مكليات الصيدلة. وأيضاً نسبة الذكور هم أكثر من الإناث. وهنا نحن شفنا مشكلة أن أصلاً أغلب الصياد اللي يتخرجون في دولة الإمارات هم عددهم إناث. هنا شفنا شوية أن في فرق ليش عدد الإناث أكبر الخريجات. لكن في الصيدلية اللي يشتغلون هم ذكور عددهم أكبر. وطبعاً ما كان الصيدلية كان يتركز أكثر شيء في الماركت أريا السوق. وهذه كانت. طيب زميلة بسمة ليش اخترتوا 16 سؤال للإستبيان؟ ليش مش أكثر أو أقل؟ على ما رأتمتوا يعني؟ طبعاً لحتاً نقوم بأعداد الأسئلة. اجتماعنا مع الدكتورة المشرفة على المشروع دكتورة سومية. وشفنا معها الأسئلة وشفنا أن 16 سؤال كونفينيينت. يعني لو اختارنا أكثر من 16 سؤال ممكن الناس ما يكون عندها وقت. خصوصاً أن الصيدلي قاعد يشتغل في الصيدلية فما يكفي يعني نعطيه أكثر من 16 سؤال. وشفنا أنها يعني كونفينيينت سامبل ملائمة. اخترنا 16 سؤال. طيب بس ما ذكرت مريم أن في أسئلة شخصية كانت تابعة لأسئلة الاستبيان. ممكن توضحيني هذه الأسئلة؟ الأسئلة الشخصية كانت تتعلق بالجندر. نوع الصيدلاني الذي يعمل في الصيدلين كان جنس ذكر أو أنثى. وكانت أسئلة تتعلق بالأعمار. وكانت أيضاً أسئلة تتعلق بالكلية التي تتخرجها منها. وشو نوع الشهادة الحاصلين عليها. فمن بعد الاستبيان لاحظنا أن معظم العاملين في الصيدليات نيولي جراديويت يعني حديثي التخرج. عندهم شهادة البكالوريوس في الصيدلة. ولاحظنا أن عدد الرجال العاملين في الصيدليات أكثر من الفيميل. طيب بسمع شو تستفيدون من هذه البيانات؟ الهدف كان من الاستبيان عمل مقارنة بين الإمارات الأربع التي أجرينا عليها الاستبيان وبين الإمارات الأخرى. أو ممكن هذا الاستبيان يستخدم لنجري حتى المقارنة مع الإمارات الأخرى أو مع دول مجلس التعاون. ننتقل للزميرة مريم. مريم حدثينا عن النتاج التي وصلت لها في هذا المشروع. طبعاً احنا أصلاً مشروعنا هدفه أننا نريد أن نعرف هل الخدمات الصيدلانية هي بيشنت أوريينتد ولا برودكت أوريينتد؟ طبعاً النسب طلعت عندنا أن حالياً الصياد اللي يحاولون بقدر الأمكان أنهم يكونون بيشنت فوكس يعني يوجهون اهتمامهم نحو المريض. أكثر من ما يجعلون الدواء هو محمر الاهتمام. طبعاً النسب كانت أن أغلب الصياد اللي يسئلون المريض مثل ما قلنا سابقاً عن حالتهم الصحية الآن وهل المريض يتجاوب مع الدواء أو لا. طبعاً نحن قريبين من وصولنا للهدف ولكن أمنيتنا أن يكون في مكانة خاصة للصيدلي والخدمات الصيدلانية والمريض خصيصاً لازم يثق بالصيدلي كما يثق بالدكتور لأن الصيدلي له خبرة أكثر في علم الأدوية وتركيب الأدوية واستلبيات هذا الدواء وفوائده فيا ريت نحن كمجتمع في دولة الإمارات هنا نثق بالصيدلي كما ثقتنا تماماً بالطبيب بس ما طبعاً أكيد الاستبيان وصلكم النقاط ضعف لو توضحينا شوي النقاط الضعف اللي واجهتكم على المشاكل من أهم النقاط الضعف اللي واجهتنا أنّ رفض المريض اقتراحات أو نصائح الصيدalie وعدم اتباعها بغرض الاعتماد القليل على نصائح الطبيب وعدم الأقض بنصائح الصيدلي مع أن نصائح الصيدلي مشابه لنصائح الطبيب ومكمل النصائح الطبيب ومن أهم العقبات اللي يواجهتنا رفض بعض الصيادلة تعبئة الاستبيان شكراً ل liç El Zaméla باسمه شكراً لét Ya Zaméla مريم فاصل ونواصل بفقرة جدا موسيقى حياكم الله عزيزي المشاهدين نواصل بفقرتنا من قسم السدلة من الطلاب إذا ممكن تعرفنا عن نفسك أنا الطالب بكر نصر العبد الرحمن كلية صيدلة جامعة عجمان فرع الفجيرة سنة 4 محمد عديلان كلية صيدلة جامعة عجمان سنة 4 محمد سامة من كلية صيدلة جامعة عجمان فرع الفجيرة سنة 4 حياكم الله شاركتم في معرض دوفات إذا ممكن أخي محمد تحكينا نبدأ عن هذا المعرض طبعا معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا الطل العلمي للطلبة شاركنا من كلية صيدلة تقريبا خمس ملسقات علمية وكانت على مستوى جامعات الشرق الأوسط ككل وكانت مشاركتنا يعني مشاركات اللي من الجام من الكلية حصلت على ثلاث مراكز من أصل حوالي 200 ملسق علمي وكانت تتكلم عن موضوع علمي بحث ويعتبر هذا المؤتمر نقطة طلاقي لجميع صناع القرار في هذا العلم وكانت المشاركة مفيدة جدا استفدنا كثير وشفنا كثير من الطلبة وانتخصصين في هذا المجال وكانت فرصة حلوة أن نشوف في مثل هذه الإمارة الجميلة مثل هذه المؤتمرات العلمية المفيدة الزميل بكر ياريت لو تخبرنا عن محتوى هذا الملسق طبعا كانت مشاركتنا علمية هو عبارة عن تطوير ورفت نظر المطورين للأدوية طبعا يوجد دواء موجود اسمه اللانوكسين موجود الحين بالأسواق طبعا هذا الدواء يستخرج من نبتة ويستخدم للناس اللي عندهم اللي هي الرجفان الأذيني وأيضا فشل في عضلة القلب أيضا له هذا الدواء تأثير مدير للبول عند الناس اللي عندهم ضعف في عضلة القلب طبعا احنا موضوعنا ركز تحديدا عن منطقة الشرقية وخصوصا منطقة الفجيرة أو إمارة الفجيرة والحمد لله عملنا سرفيش بشمل ستة واربعين ما بين مستشفيات وصيدليات عامنا والحمد لله حزنا على مركز جميل بين البوسترات اللي كانت مشاركة انتخل زميل محمد محمد انت حفظتوا بجوائز حدثنا عن هذه المشاركة والجوائز حفظنا بمركز المركز الـ 12 بين بين 200 بوستر وكانت المشاركة في المؤتمر بالنسبة لنا مش فكرة ان احنا نكسب ولا نكسبش ان احنا نحصد على جوائز او لا بس الفكرة كانت علمية ان احنا نتعرف اكتر عن الجديد في النظام الصعبالة والشركات والادوية والحاجات اللي تحتوي على اللي احنا نشوفه بعدها في مستقبلنا مش بس كطلبة بقى هازين نروح لمجال بتاع الشوء النس شكرا لك الزميل محمد والزميل محمد والزميل بكر اتمنى لكم التوفيق ومشارككم المستقبلية شكرا لهذه اللفت الكريمة واشرفتونا في الكلية شكرا اعزائي المشاهدين فاصل ومواصل اعزائي المشاهدين من جديد في عيار الطب الأسنان وبفقرة جديدة مع خالد وأميرة اعرفنا عن نفسك خالد انا خالد محمود عطورة من كلية طب الأسنان من جامعة عجمان من سنة خامسة حياك الله الزميل لخالد اسمي أميرة علي القايدي في جامعة عجمان للعلم التكنولوجيا مقر لفجيرة ومشاء الله هالسنة بكون خريجة يا مرحبا بك يا أميرة خالد ممكن تعرفنا عن عيادة عيادة جامعة عجمان من عيادات المتميزة فهي تقوم بخدمة المجتمع سواء من داخل جامعة ومن خارج الجامعة وتقوم بعلاجات طبية بشكل مجاني للمرضى وايضا للطلبة الداخلين في الجامعة الذين يقومون بالدراسة بها طيب خالد شو أنواع الخدمات التي تقدمونها للمرضى والله من الخدمات التي تقدمها العيادة خدمات الحشوات وحشوات الجزور والتيجان والجسور وايضا جراحة الوجه والفكين خالد كم عالد المرضى التي عالجتوهم في العيادة منذ ابتتاحها؟ حوالي 13374 مريض تم علاجهم في العيادة أنت قلت أميرة أميرة أنتك متدربين كيف تتعاملون مع المرضى وشالحالات التي بتواجهكم؟ طبعا نحن اليومية تواجهنا حالات متنوعة لكن كل حالات التي نعالجها تحت شراف ديكاترا مختصين في الموضوع نعالج كل الأعمار كبار السن وصغار السن ونقدم جميع أنواع العلاج المحتاجة لها المريض وإذا كانت حالة طارئة أو محتاجة اختصاص مختص يتولد علاجها الدكتور المختص في الحالة طيب تعطينا النماذج من الحالات الصعبة التي مرت عليكم؟ مثلا مراتينا حالة طارئة مثلا ألم الأسنام يحتاج علاج عصب فعلى طول نوفرها المكان الناسب ونحاول أن نعالجها لشان نخفف الألم عندها مراتينا حالات محتاجة جراحة فالدكتور المختص يساعدنا في الجراحة في نفس الوقت ويوفر العلاج اللازم في الوقت نفسه طيب أميرة حين تك خريجة يعني كم سنة مرت عليك دربين في هذه العيادة وشو استفدتي منها؟ استمر التدريب عندي سنتين واستفدت من جميع المجالات في مجال الحشوات في مجال الجراحة في مجال علاج العصب حتى عرفنا كيف نتعامل مع صغار السن ونقدمهم العلاج بطريقة سلسة وراحة بدون ما يحس بأي ألم أو خوف ونعالج حتى كبار السن اللي يعانوا من فقدان الأسنان حاولنا أن نحن نعطيهم العلاج ونركب لهم أسنان فهذا عطاهم ثقة أكبر في نفسهم يعني وفي شكلهم طيب أميرة كم عدد متدربين في العيادة؟ تقريبا عددنا خمسين متدربة ومتدربة وموجود عددنا سنة خامسة وسنة رابعة بعد نحن طبعا سنة خامسة نقدر نعالج كافة المجالات في أي يوم أو في أي وقت نحتاجها لكن سنة رابعة كل يوم عندهم تخصص معين يستقبلوا الحالات المعينة ويعالجواها طيب أميرة أنتوا حينك خمسين متدربة داخل العيادة كم دكتور يشرف عليكم؟ عددنا تسع طباء متخصصين في جميع مجالات طب الأسنان بالإضافة إلى ذلك عددنا أربع طباء ممارسين موجودين عندنا جميع الأوقات في العيادة وانشان يساعدون خالد حكينا عن تجربتك خلال هالسنتين البداية كانت جيدة حيث دخلنا العيادة وقمنا بعمل الحالات السريرية حيث وجدنا بعض الصعوبات بالعمل من خلال تخدير المرضى إن كانوا فئة الصغار بالسن أو الكبار ولكننا مع مرور الوقت استطعنا نتغلب على العديد من الصعوبات التي كنا نجدها وباتت لدينا بسيطة ونحن في الجامعة ومن خلال إشراف الدكاترة والمختصين علينا بات الأمر علينا جيدا وأصبح الأمور بسيط من خلال العلاج وأنا أجد نفسي من خلال الدراسة السنتين التي مضت بدرجة علمية كافية وخبرة جيدة تؤهلني للعمل وأحيانا أيضا إكمال الدراسة ما بعد التخرج طيب هالد الحين بعد ما خلصت دراستك تتوقع أن كان اختيارك صحيح أن ما اختارت جامعة عجمان؟ أجل أجده خيار ممتاز وأنا أنصح أي حد بيجي فيما بعد أنه يلتحق بالجامعة ويختار مهنة طب الأسنان لمارسة حيث أن جامعة عجمان من جامعات المتميزة اللي لها بصمات في مجتمع وفي دولة الإمارات ونحن لمسناها من خلال دراستنا في الجامعة والعمل بالعيادة أعزائي المشاهدين نواصل فقرتنا مع دكتور علي عبد الوهاب من عيادة الأسنان اشتركوا في القناة مواصلين فقرتنا من عيادة طب الأسنان معنا الدكتور علي عبد الوهاب الرزوقي وكيل كلية طب الأسنان مقر الفجيرة حياة كرلا دكتور أهلا وسيحي دكتور طبعا أنت سمعت حديثنا مع نيرا وخالد لو ممكن بس تعطينا تفصيل أكثر عن العيادة نوشية عيادة كلية طب الأسنان بجامعة عجمان مقر الفجيرة وذلك لترجم ما تعلمه الطلبة أثناء دراستهم النظرية ولتجسد الجانب العملي من العلاج لطلبة الكلية ونقوم بالإشراف على جميع الطلبة في العيادة وحل المشاكل وحل الصعوبات التي يواجهونها في علاج المرضى ونوفر لهم العلاج المجاني لجميع المرضى وهي أحد الخدمات التي نقدمها للمجتمع ولمجتمع الإمارات لقد بدأت العيادة ببداية بسيطة منذ إنشائها في جامعة عجمان مقر الفجيرة وكانت تحتوي على 25 كرسي أسلام فقط وفي ذلك الوقت كنا نواجه صعوبات كبيرة في إيجاد المرضى وتوفير المرضى للطلبة ولكن باستمرار العلاج وبتقديم العلاجات المتميزة للمرضى زاد عدد المرضى في عيادة الكلية وبالتالي أصبح الآن نقوم بإعطاء مواعيد للمرضى وذلك لجودة العلاج والإشراف المتميز الذي نقوم به ومساعدة الطلبة في علاجات حتى بعض الحالات المعقدة التي يتعذر علاجها في بعض الأيادات الخاصة دكتور عرفت لنا ما بين 50 مريض لـ 45 نزولونكم في اليوم كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ نتعامل مع هذه الحالات بكل دقة وبكل أمانة من الناحية العلاجية حيث نقوم بتوفير أجود وأعلى أجود المواد في مجال طلب الأسنان ومن مناشع عالمية معروفة ونقوم بتقديم العلاجات بشكل مجاني لهؤلاء المرضى وكذلك قلنا بتوسيع عيادة كلية طب الأسنان وزيادة عدد الكراسي من 25 إلى 40 كرسي للاستقبال العدد أكبر من المرضى ولتقديم علاج أفضل من المرضى في هذا المجال دبتور من خلال متابعتك كيف تشوف رضا المرضى؟ لقد لمسنا رضا متناهي ومقطع النظير من قبل المرضى الذين نقدم لهم العلاج في مجالات طب الأسنان وكذلك خير ودليل يؤكد ذلك زيادة عدد المرضى من شهر إلى آخر ومن سنة إلى آخر حتى أصبحنا نعطي مواعيد لاستقبال عدد المقطع النظير للمرضى التي يزورنا هذه العيادة كلمة أخيرة دكتور لو تحكينا عن الطلبة للدربة ودخل العيادة نحن في رضا كامل عن جميع الطلبة الذين تدربوا في عيادة كلية طب الأسنان لدينا ولم نبخل عليهم بأي معلومة وبأي مادة وبأي تقنية حديثة في كلية طب الأسنان ولدينا خطة للتطويرية لجميع مرافق الكلية قمنا بتنفيذ 75% منها وباقي جزء بسيط وبذلك نرتقي بالعيادات وبمختبرات الكلية إلى الأعلى المستويات العالمية في مجالات طب الأسنان وكذلك قمنا بإنشاء مركز تخصصي في مجال طب الأسنان يقوم بتوفير أيضا علاج مدفوع الثمن من قبل المرضى ويعد نموذجا يحتذى به لعيادة كلية طب الأسنان أو لمركز طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط ونقوم بتجهيزه الآن بأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات طب الأسنان شكرا لك دكتور علي عبد الوهاب على هذه الإضافة مشاهدين الأعزاء واصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الأخيرة من برنامجتك معي الآن الزميل أحمد ما حبارك أحمد؟ الله يعافي ماهلا؟ شو أخبارك؟ الحمد لله يعافي أحمد لو ممكن تعرف المشاهدين عنك؟ معاك طالب أحمد الحمادي من جامعة عجمان رابع سنة خريج إن شاء الله هالكورس طالب في كلية معلومات الإعلام والعليم الإنسانية تخرج إن شاء الله علاقات عامة وإعلامة أحمد شو ما تخبرنا في هذه التقرأ؟ رح أخبركم عن جهزة الواي فاي مثل هذه الأجهزة اللي هي بالعربي البث الخلوي اللي تكون تستخدم مواجهات الراديو لتوصيل البيانات أو المعلومات بسرعة فائقة وأفضل من قبل يوم الناس يوصلون الوايرات عشان نوصل الانترنت أو غيرها لأن قبل كانوا يستخدمون الوايرات فقاموا يكتشفون يكتشفون بحثات لما توصلوا لهذه الأجهزة الواي فاي فأصبح نتوصيل الانترنت لأكثر من جهاز عن طريق الواي فاي بدون ما يحتاجون لأي واير أو وايرات ممدودة وأسلاك وهاللوية كلها ما لها داعي أبد فعلى طول بالواي فاي توصل معلومات توصل كل شيء يوصل فأي مكان نقدر نوصل شبكة الانترنت ما يحتاج أي أسلاك أو أي وايرات مثل مقاهي أو المطاعم أو المستشفيات أي مكان طيب أنا شعرت أنك حاطت كذا نوع بالدامنا من الوايرلس أو الواي فاي شو يختلف كل واحد عن الآخر فيها جهزة واي فاي لها مدى معين كمثال في المكان اللي نحن فيه ما تطلع بالرعب مداها بس محدود فيها جهزة واي فاي يعني تغطي منطقة شاسعة مثل الجامعة أو أي مكان ثاني تغطي المكان كامل مع جهزة تقوية أو جهاز واحد يتكون مع جهزة تقوية ثانية فيبصل المكان كامل ما يحتاج أن كل كمبيوتر كل واحد يبغي يشبك يبلى مثلا واير أو شي وتعتفس الدنيا لواية ما يحتاج شكل هذا بس عن طريق هذا الجهاز أحمد لو ممكن تخبرنا عن ميزات جهاز الواي فاي أول ميزة اللي قلت هلت قبل شوي أنه ما في لواية ما في عفزة وايرات وخرابيط وأنه انتاج جهاز الواي فاي أسهل وأوفر من جهاز اللي في تمديد وايراته وغيره وجهاز الواي فاي تكلفته أقل جهاز الواي فاي ميزاته الأمان والسيفتي أنه ما حد يقدر يمد وايره وخلاص أنه إذا حد يبغي يدخل على الشبكة أكون أنا مسوي لها باسورد خلاص ما حد يدخل إلا عن طريق الباسورد وايد ميزات لهذا الجهاز أحمد ذكرت لنا أن من أهمية الواي فاي وميزاته أنه في رمز حماية وما في وايرات طيب شو هي سلبياته؟ سلبيات هو عبارة أنا قلت لك في البداية أنها موجات راديو هذه موجات راديو يمكن أن يقدر يشوش عليها وأعتقد من سلبياته أنه إذا جهاز الواي فاي شبكت عليه أنا أكثر من شخص مثلا أنا كنت قاعد بروحي بكون الأرسال عندي وايد سريع بس خلال شبك نحنا خمسة أو ستة مع بعض نتصبح أنه تغير أو يوتيوب هسواله أنت حصلين الكل يشتكي من ضعف الأرسال أنت عبان النت عندهم كلهم من غير التشويش من غير أن الواحد يقدر يخترق شبكة الواي فاي إذا كان عنده هكر أو برنامج مثل السؤال شكرا لك يا أحمد أبليك العافية مشاهدينا الأعضاء وصلنا لفتاة محاوتنا كانت معاك وميا ستكي من جامعة عجمان ولوم التكنولوجيا مقالفة جايعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر